بسم الله الرحمن الرحيم حضراتكم أستاذ ياسر محمد نجيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات في الفيديو ده هنقدم لحضراتكم كيفية إنشاء الاختبار هتدخل على أي فصل وبعد كده هتعمل إنشاء وهتاخد قوز هنعمل امتحان جديد لو امتحان موجود عندك قبل كده هتقدر تعمل تحميل امتحان موجود من المكتبة لكن أنا هاخد دراتي امتحان جديد زي ما تعودنا دايما كل حاجة أنت بتعملها في المنصة هي بيتم حفظها بشكل مباشر وتلقائي على المكتبة بتاعتك هبدأ بتعليمات الامتحان أو تفاصيل الاختبار القصير تقدر تستخدم الامتحانات دي في تقييمات ممكن تكلف الطلاب بها كواجبات وتقدر تستخدم الامتحانات دي في تقييم تدريبات على الوحدة أو تدريبات على الدروس بعد ما تخلص أو تدريبات على المنهج بشكل كامل ده شيء أنت لتختاره في البداية على سبيل المثال أنا هكتب امتحان الفصل الأول وجنبه اسم القصة عقبة ابن ناف حط مثلا تعليمات الامتحان أن مدة الامتحان 10 دقائق يستجيب فيها الطالب بعد كده هدخل على أسئلة الاختبار القصير في عندنا مجموعة من الأسئلة المتاح لك بأنك تستخدمها في صح وغلط في اختيار من متعدد إجابة قصيرة املأ الفراغ متابقة وإجابات متعددة وكل الأسئلة ديت هنتعرض لها في الفيديو ده طبعا عندنا مجموعة من الأسئلة اللي نقدر بأننا نستخدمها في صح وخطأ وفي اختيار من متعدد في إجابة قصيرة املأ الفراغ ومطابقة وإجابات متعددة هنتعرض لكل الأنواع ديت في الفيديو ده ولكن في البداية دايما أنصح بأن يكون في بنك أسئلة موجود عندك كمدرس تقدر بأنك تستخدمه علشان توفر وقتك في بناء الامتحان تجنبا لضياع الوقت عند بناء الامتحان أنا على سبيل المثال مختار هنا مجموعة من الأسئلة مجهزة مسبقا كبنك أسئلة هقدر أستخدمها في الامتحان ده علشان أبني امتحان طبعا هو في البداية أنا أخد اختيار من متعدد هبدأ بأن أكتب له نص السؤال على سبيل المثال أنا هاخد له والدعاقب فيه تقدر بأنك تضيف روابط كفيديو مثلا على الدرس أو حاجة تقدر بأنك تضيف مرفقات كفايلات داخل كملخص مثلا أو رسمة أو أي حاجة تقدر تضيف أي حاجة من المكتبة زي أي شيء زي ما شرحنا فيه فيديوهات الواجب بعد كده تبدأ أنك تاخد الردود أو الاستجابات اللي الطالب هيختار ما بينها على سبيل المثال أنا مختار الاستجابة الأولى المدينة منورة بعد كده أخدت مكة بعد كده الطائف هضيف له إجابة ربعة تقدر تضيف مجموعة من الإجابات ولكن دايما شروط بتاعة اختبار الاختيار المتعدد كشروط طربوية تكون عدد الاختيارات اللي الطالب هيختار ما بينها تكون ما بين أربعة إلى ستة ما زيتش وما تقلش بعد ما أنا ما اختارت هبدأ أني أحدد الإجابة الصحيحة مثلا بأنها مكة طبعا تقدر بأنك تحط مجموعة من الصور في الاختبار بتاعك فالطالب هيختار ما بين مجموعة من الصور دي حرية شخصية سواء أنت هتستخدم نص أو هتستخدم صور في حالة مثلا لو أنت بتدري الصفوف صغيرة في الابتداء تقدر تستخدم صور لو أنت عايز تستخدمها كنصوص موجودة كنصوص طيب السؤال ده عليه كم درجة هاخد مثلا السؤال ده عليه درجتين بعد كده هنزل وهقوله إضافة سؤال جديد لو عندك بنك أسئلة بتقدر تضيف من بنك الأسئلة ولكن هناخد سؤال جديد في السؤال الجديد أنا هاخد السؤال الشبيه بالاختيار المتعدد وهو الإجابات المتعددة الإجابات المتعددة بيختلف عن الاختيار المتعدد بأنه بيكون فيه أكتر من إجابة صح في حين بأن الاختيار المتعدد بيبقى إجابة واحدة بس هي اللي صح على سبيل المثال أنا هنا حطيت سؤال اختر كل ما ينطبق من الأمور التي عجلت بفتح برقة وبعدين نقط هاجي هنا وهبدأ أكتب له الإجابات على سبيل المثال كر أهل برقة للحكم البيزنطي وهي إجابة صحيحة فعلشان كده هحط جنبها علامة ما يمتاز به أهل برقة من الخلق الطيب والنفس السمحة وهي إجابة صحيحة أيضا فهعلم عليها رغبة عقبة في العودة لمصر وهي إجابة غلط فهتجاهل وضع علامة عليها بعد كده هضيف استجابة كمان وهحط هنا نظرة أهل برقة الإسلام بأنه المنقذ لهم من حكم الروم وهحط عبارة بما أنها عبارة صحيحة برضو هعلم عليها طيب انتبه هنا لنقطة أنا هنا اختيار واحد فحطيت اتنين طيب لو أنت هتحط كده ست درجات على السؤال ده باعتبار بأن كل فقرة عليها درجتين أنت بمثابت كده بأنك بتعرف في الطالب الإجابة بأن الطالب يختار 3 إجابات وبتنبهه للنقطة دي أنا أمين لأني أحط عدد أكبر على سبيل المثال أنا أحط 8 فالطالب هنا ممكن يفتكر بأن كل الإجابات صحيحة ولكن الدرجتين الزيادة اللي هم المفروض أنهم يروحوا للفقرة دي هيتم توزيعها على بقية الفقرات ممكن تحط أربعة والكمبيوتر هيوزعها بشكل طبيعي عادي جدا ولكن انتبه لأنك ما تحطش درجة هنا ممكن تسمح للطالب بأنه يعرف الإجابات إيه بعد كده هناخد سؤال الصح وغلط فهعمله إضافة سؤال جديد واخد صح أو خطأ الصح وغلط عبارة عن اختيار ولكن هو موجود فيه اختيارين ومكتوب عليهم صح وخطأ بشكل جاهز أنا هبدأ بأني أخده العبارة اللي أنا عايز أنه يختارها كان عقبة ابن عبد قيس الفهري من السابقين الأولين للإسلام هل العبارة صحيحة؟ العبارة صحيحة فعلشان كده هنسيب العلامة على الصح بعد كده هقوله إضافة سؤال جديد هحط له طبعا هنا درجة 2 لما هاجي هنا في السؤال الجديد هاخد له اختبار أو سؤال عن المطابقة هبدأ أني أخد له رأس السؤال وأحطها في نص السؤال انسب الأعمال التالية لمن قام بها السؤال المطابقة هو بمثابة سؤال وصل ما بين العمود ألف بما يناسبه من العمود باء أثناء بناء السؤال ده هنبني الجمل مترتبة ولكن هو بعد كده هيقوم بالأخبطاتها زي ما هنشوف في المعينة أول ما نخلص أنا هاخد مثلا حجر ليفرب بعد ما أولد عقبة بعام مين هو؟ فهتكون الإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان له دور تربوي في إعداد عقبة وديت الإجابة بتاعتها عمر ابن العاص خليفة أمر بفتح الشام ومصر وديتها تبقى عمر ابن الخطاب لحظوا أنه بوفر وقت كبير جدا لما تكون أسئلتي مبنية جاهزة شارك في فتح الشام ولم يبلغ عمره العشرين عقبة ابن نافع وبرضو هحط هنا تمانية تقدر بأنك تستخدم إجابات إضافية في حالة لو أنت عايز بأن عدد الإجابات يكون أكبر من عدد الردود أضف استجابة ده هيكون العدد في العمود ألف مساوي للعمود بقى طيب لو أنت عايز أضف إجابات إضافية ديت أنت عايز أن العمود بقى يكون أكبر من ألف على سبيل المثال هنا أنا هاجي وأقول له عثمان ابن عفق رضي الله عنه هعمل معينة مثلا كده عشان أشوف شكل الأسئلة اللي أنا عملتها هتلاحظوا بأن السؤال الأول كان اختيارات موجود بالشكل ده التالي سؤال إجابات متعددة موجود بالشكل ده عدد النقاط موجود قدامكم اللي بعده كان نافع ابن عبد القيس الفهري من السابقين الأولين للإسلام هل الإجابة صحة ولا خطأ بعد كده هتلاحظ أن العمود ألف والعمود بقى موجودة مختلفة هنا في ملحوظة لو أنت هتستخدم سؤال المطابقة لازم تحذر بأن الطالب مش هيقدر بأنه يطابق أو يوصل من عبد العمودين ألف لبقى لو هو كان بيستعمل نسخة الموبايل نسخة الموبايل في التطبيق لا يزال فيها بعض المشاكل اللي هي هتواجهك في إعداد الأسئلة وفي تصويب الأسئلة فهنا أنصح دايما بأنك تتجنب الأسئلة اللي ممكن تعمل مشكلة مع الطالب أو أنك تنصح الطلاب في تعليمات الامتحان باستخدام نسخة الكمبيوتر أو نسخة البي سي من الموقع بأنه يفتح حسابه على المنصة من متصفح كروم أو أي متصفح تاني ويقدر بأنه يعمل اللي هو عايزه أنا هعيد توزيع الدرجات عشان أقلل الدرجة شوية بعد كده هعمل سؤال جديد هختار سؤال بإجابة قصيرة اللي هو سؤال مقالي على سبيل المثال أنا مجهز على الليل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد كده هضيف له سؤال جديد وأخذ السؤال الأخير وهو املأ الفراغ املأ الفراغ أخدت فيه مجموعة من الأسئلة وتعمدت بأني أكرر فقرات فيها علشان نبه للأخطاء اللي هتقابل المدرسين في المشكلة دي في البداية أنا دلوقتي لما جيت وأخدت الشرطة اللي تحت طبعا هو بينبك لأنك تستخدم الشرطة الصفلية علشان تبني السؤال بتاع أكمل أنا لما جيت وأخدت الشرطة اللي تحت هو عمل لك مكان للتكملة طبعا ما كانت التانية اللي أنا عملت فيها نقط مش هيعملي فيها الحاجة دي فأنا هاجي على كل نقط وبعد كده أختار شرطة صفلية وهعيد نسخ السؤال فهتلاحظ بأنه ظهر لي الأماكن اللي موجودة في سؤال أكمل لازم تنتبه إلى حساسية التصحيح الإلكتروني في تصويب العبارات وفي منح الدرجات طيب على سبيل المثال لما أنت تيجي تختار سؤال ما ينفعش أنك تختار سؤال يكون له مترادفات طيب السؤال الوحيد السليم في البناء هو السؤال الأول هو اللي أنت تقدر تستخدمه فعلا على الكمبيوتر في المنصة تسمح الرسول صلى الله عليه وسلم مع خصومه وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء فهي هنا مذهش أي احتمالات تانية فهو مفيش إلا طريقة واحدة بس يقدر الطالب بأنه يعملها طيب في حالة أننا هاجي وأقول هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة أنا عايز أعمل أكمل للجملة دي فأنا هكتب له في الإجابة بأن الجملة ديت إجابتها المدينة المنورة لو الطالب ما كتبش المدينة المنورة بنفس الشكل هنا الكمبيوتر هيحسبها له غلط وعشان كده إحنا كررنا السؤال ده ثلاث مرات علشان هنحاول بنانا نكتبها بأشكال مختلفة يعني لو أنا كتبتها مثلا المدينة بدون تأمر بوطة هنا الكمبيوتر هيصححها لي غلط لو أنا كتبتها المدينة بس بدون كلمة المنورة هنا الكمبيوتر هيحسبها لي غلط لو أنا كتبت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجر إلى يثرب هنا الكمبيوتر هيحسبها لي غلط وانشوف الكلام ده في الفيديو الخاص بالتصحيح نفس الكلام هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من فراغ الى المدينة منورة هي الاجابة مكة طيب لو انا كتبت مكة المكرمة الاجابة صحيحة بس لو الطالب كتب لي مكة ساعتها يبقى ساعتها اجابته هتبقى غلط طيب لو هو كتب لي مكة بتاء مربوطة هتبقى الاجابة صح طيب لو هو كتبها لي من غير تاء مربوطة هنا ساعتها بكمبيوتر هيحسب الاجابة غلط فهنا لازم انك تتأكد ان ما يكونش فيه اي احتمالية لانه يكون الكلمة اللي انت بتستخدمها ممكن الطالب يغلط فيها في كتابتها او انه يكون الكلمة ديت ليها مترادفات يعني مثلا ما تجيش تقول لي هاجر فراغ من مكة الى المدينة لان هنا ساعتها الطالب ممكن يقولك الرسول وممكن يقولك النبي وممكن يقولك النبي بخطأ املائي ويكتبها بألف مقصورة يبقى ساعتها في كل الاجابات ديت صحيحة ولكن الكمبيوتر مش هيعترف بها هيعترف باجابة واحدة بس اللي انت دخلتها وهي اجابة واحدة بس اللي انت مسموح لك انك تكتبها طيب انا هنا على سبيل المثال هاخد الاجابة الاولى فهقوله الطلقاء ثلاث اجابات اللي بعد كده هقوله المدينة المنورة علشان في الفيديو الخاص بالتصحيح هنشوف ازاي ديت ممكن تعمل مشكلة وهاجر رسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة وهندي تقدير على كل نقطة بطرقتين بكده هكون خلصت بناء الامتحان بتاعي طبعا الحفظ بيتم اوتوماتيك على مكتبتي اقدر باني اعمل معاينة ده سؤال الاختيار المتعدد ده سؤال الاجابات المتعددة ده سؤال الصح والخطأ وده سؤال التوصيل وما تنساش ان السؤال ده ممكن يعمل مشكلة في التصحيح ده سؤال المفتوح او السؤال البقالي اللي هو هنا اسمه سؤال الاجابة القصيرة وده سؤال اكمل اللي هو موجود عندك في المنصة كسؤال املأ الفراغ هنخرج من المعاينة هاجي اقول للطالب تعين انت عايز تعين ده على فصل واحد ولا على مجموعة فصول لو انت بتدرس مجموعة فصول تقدر بانك تختار مجموعة الفصول لو انت عايز تبعث كلام ده لأي حد من المدرسين تقدر بانك تبعثه لأي مدرس طيب وقت الامتحان ده الامتحان ده هيكون مطلوب امتى على سبيل المثال مثلا انا هطلب الامتحان ده يوم 17 هل الامتحان ده يتقفل ولا لأ بعد التاريخ بتاعه انصح دايما باستخدام غلق الامتحان ده بعد التاريخ بتاعه لسبب ممكن يكون في طالب عنده ظروف تمنعه من حضور الى المدرسة فالطالب في الحالة ديت هيكون ما بيحلش الواجبات بتاعته ولكن بعد ما يرجع ممكن يبدأ بانه يحل واجبات الشهر كاملة او امتحانات الشهر كاملة وبعد كده تتجمع مجموعة كبيرة جدا من الاعمال عليك كمدرس فانصح دايما بانك تقفل الامتحان او تقفل الواجبات بعد التاريخ المطلوب علشان ما تعرضش نفسك لكمية تصحيح غير متوقعة وممكن تلاقي عندك مشكلة كبيرة جدا في عدد الاعمال اللي انت مطلوب منك انك تصححها بشكل مفاجئ لانه هيكون فيه واجبات وامتحانات جديدة وهتتفاجئ بان فيه ناس حلت الامتحانات القديمة اللي ما كانتش حلتها قبل كده طيب بالنسبة للوقت المحدد تقدر بانك تختار العدد اللي انت عايزه انا بديت في تعليمات الامتحان مثلا بان قدامي 10 دقايق هحط له ال 10 دقايق هل انت عايز الكلام ده يتحط فيه دفتر الدرجات طيب هل انت عايز الطالب يعرف درجته بعد الامتحان ولا لما انت تخلص هل انت عايز ترتيب الاسئلة دية تتلخبط وهو شيء انصح دايما بي علشان ما يكونش فيه اي امكانية لان اي طالب يكون قاعد جنب تاني فياخد منه الاجابة تقدر بانك تجدو الامتحان ده في وقت لاحق بحيث بان الامتحان ده هيبدأ يظهر بكرة بدل ما يظهر النهاردة او يبدأ يظهر الاسبوع الجاي في موعد الامتحان الموعد اللي انت محدده وتقدر بانك تقوله تعيين فينزل الامتحان ده حاليا للطلاب على الصفحة حاليا هو بيدي لك رسالة بانه تم التكليف فعلا بنجاح الاختبار ده اصبح متوفر للطلاب الاختبار ده موجود منه نسخة في صفحك وموجود منه نسخة في مكتبتك على اساس انك لو انت عايز تعدل في الاختبار ده او تستخدمه او تعيد التكليف بمرة تانية يبقى هو موجود عندك في مكتبتك وهنا لازم تكون حريص على ان مكتبتك يكون فيها مجموعة من الاسئلة اللي تقدر تستخدمها مع الطلاب بشكل مستمر اسم الامتحان كتبه لك حالة الامتحان ده لو هو جدولة او تم التعيين او تم ارسال انت بعضته للطلاب امتى لو هو جدولة هيقولك انه مجدول لانه يظهر في الوقت الفلاني وانت عينته على فصل واحد اللي هو وان بريب تجريبي هعمل له فهمت ذلك هيظهر لي الامتحان داخل الفصل بقى انه فيه 6 اسئلة ومدة الامتحان 10 دقايق التسليمات بتاعت الامتحان طبعا صفر لانه محدش لسه سلم ممكن ادخل على التسليمات فهلاقي بقى ان مفيش اي طلاب سلمه هنا ممكن ادخل على طلاب الفصل فهيظهر لي مين اللي شاف الامتحان ده وما استجابش عليه ومين اللي ما شافش الامتحان ده في كل الاحوال ديه الطريقة بتاعت انشاء الامتحان داخل منصة ادمودو بكده نكون انهينا كل ما يتعلق بالامتحانات بنشكر حضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة